اشتركوا في القناة شكرا بعض كتب المقدمات وحواش المنطق وشطرا من معالم الدين كان نهما في حب العلم درس الفقه والأصول والرجال وألف وهو ابن الخامسة عشرة كتابا عن ماء البئر وصف بأنه بمستوى بحوث الخارج لم يقدر له أن يتم علمه في النجف الأشرف لظروف أعاقته عن سعية فقصد دمشق الشام ومنها إلى قم هناك كتب كتابا أسماه حصيلة فكر في أصول الفقه لم يكن الشيخ المؤيد آنذاك يتقن غير العربية لغة فكان أن تلقى علومه هناك بلغته الأم ولأنه نبغ في خارج الفقه فقد كثر محبوه وحساده أول كتبه الفقهية وهو ابن خمس وعشرين شرح على العروة الوثقة كلما قربت الشيعي من القرآن كلما ابتعده عن التشيع لأن القرآن والتشيع على طرفين قيم فخير وسيلة لهداية الشيعي هي انفتاحه عقلا وقلبا على القرآن إذن فتح الشيعي على القرآن تلقائيا سيطر في التشيع لأنه سيجد في التشيع إما أفكارا ليس لها غطاء من القرآن وإما أفكارا مخالفة للقرآن وحينئذ لا معنى لتبني أفكار مخالفة للقرآن ولا معنى لتبني أفكار ليس لها غطاء من القرآن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة